للأسف الشديد تجي نكبات والإدارة الاقتصادية للملف الاقتصادي للبلد ضعيف وهزيل كما قلت لك الفساد المستشري بيئة طاردة للكفاءات من سمعنا في أي يوم من الأيام واستفاد من النصائح والإرشادات التي قدموها مئات من الباحثين ومن الأكاديميين والندوات التي عقدت في الجامعات لا يوجد من يسمع ومن ينتبه نعم هناك سيد دكتور مظهر محمد صالح من الكفاءات العراقية لكنه كم مرة سمعوا حديثه وكلامه ونصائحه نحن نعاني من هذه المشكلة بشكل كبير عملية الإصلاح الإداري والاقتصادي عملية جبارة نحن ندخل الديون وعندما تأخذ الديون أنت يجب أن تستثمر هذه الديون وتخلق دخول إضافية زائدا الفوائد التي ستدفعها نحن بالعراق نسحب الديون وندفنها في مواضيع غير إنتاجية للرواتب والإجور أنت المفروض أن تقيم مشاريع استثمارية هل المشكلة بالسياسة النقدية سيد باسم؟ أريد أن نعرف هل المشكلة بالسياسة النقدية؟ أو هي سياسة مالية عامة بالبلد التي بها المشكلة؟ لا هي السياسة المالية العامة والسياسة النقدية هي تتماشى معها يجب أن يكون يسيران في خط واحد يعني يكون هناك سجام بين السياسة المالية والسياسة النقدية البنك المركزي وكذلك وزارة المالية يعني نحن لاحظنا تخفيض قيمة الدينار العراقي 23.5% يعني يجب أن تنطي هذه نتائجها الإيجابية على واقع البلد قام بالمرحلة الأولى التي تخفض قيمة الدينار يعني تقليص دخول كل العراقي بلخص أصحاب الرواتب المنخفضة 23.5% إلى جانبها ماذا حدث؟ ارتفاعات اللي صارت بالسوق ليست 23.5% لأن أنت تعلم اقتصادنا غير إنتاجي استيرادي يعتبد على استيرادات بالدولار قاموا بعض الطفيليين المستغلين رفعوا الأسعار أكثر من 40.50% فصار المواطن العراقي يدفع ثمن كبير لهذه الارتفاعات الدينار وارتفاعات الأسعار من قبل الطبقات المستغلة الانتهازية وارتفاعات الأسعار من قبل الطبقات المستغلين ترجمة نانسي قنقر